السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفتنا النهر ده ان شاء الله هنعمل المايونيز والتمية بطريقة سهلة وسريعة وكمان موفرة يلا مع بعض نشوف ازاي هنحضرهم المقدير معانا بيضة معلقة صغيرة سكر معلقة صغيرة ملح معلقة صغيرة مستردة لو موجودة معانا معلقة كبيرة خل وعصير لمونة كباية صغيرة ميا معلقة ونص كبيرة نشا كباية صغيرة زيت هنجيب الخلاط وهنحط البدى فيه ونحط عصير اللمونة ومعلقة تلخال والسكر والملح والمعلقة الصغيرة المستردة ونضربها دربة خفيفة هنجيب كده كسرولة نحط فيها المية والنشا ونقلبهم كويس هنحطوهم على النار لحد ما يتقلوا كأننا بنعمل مهلبية بالزبط هنقلب كويس أول ما تطلع الفقاكيع دي كده خلاص تمام استوت هي تقلت معنا كده هنضفها على الخليط اللي في الخلاط ونضرب كويس الحرارة بتاعة المهلبية دي هي اللي بتسولنا البيضة وبتخليها صحية وما فيهاش أي خطر ضربة خفيفة وهننزل بقى بالزيت خفيف خفيف كده ما ننزلش بيه كله مرة واحدة وإحنا بننزله بنضرب بالخلاط هنلاقي القوام بيتقل معانا هنضرب تاني اهو بقى بالقوام دوت وهو كمان كده سخن لما يبرد هيبقى مظبوط جدا هنوزينه بقى علشان نشوف الكمية دي طلعت لنا قد ايه اهو معانا 311 جرام شوفوا وفر لنا قد ايه عن ما كنا نشترينيه من برا وكمان الكمية اكبر علشان نعمل بقى الطمية سهلة جدا يعني استخدم معلقة صغيرة طم بدرة او معلقة صغيرة طم مفروم هناخد جزء من المايونيز ونحط عليها معلقة صغيرة من الطم البدرة ونقلبها كويس لو حابين تضيفوا حتة صغيرة من الطم المفروم حطوا زي ما تحبوا وبكده نكون عملنا المايونيز والطمية في نفس الوقت وطلع قوامها تحفة هتعجبكم ان شاء الله وبكمية كمان كبيرة يا رب اكون افدتكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا